ولاية واكسفوط الشمالية يحتضن سلسلة اجتماعات للجنة الجهوية للأمن والصحة في إطال مقاربة السلطات العمومية الرامية إلى تسريع وطيرة عمليات التلقيح وزيادة أعداد المطاعمين لتقوية المناعة الجماعية ضد وباء كورونا المتحور وزير الصحة رفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة أوضح أهمية مشاركة الجميع في التحسيس والتوعية لتوسيع الدائلة المستفيدين من التلقيح للوقاية من فيروس كورونا المسجد ولاية نواكسفوط الشمالية درنا عليها 77 ألف جرعة نعرف على أن ولاية نواكسفوط الشمالية فيها 77 ألف رقاج ما فات تم تلقيح فيها 77 ألف من الناس وما فوقها 18 سنة ما فات تم تلقيح وبالتالي العمل هو على أن هذا الواقع ينجبره ويتم تلقيح الطريقة اللي لا يتم بها ذلك خبار التومة فيه يغير يا الله مدى تخرص ما هو العمل اللي عدلت والله الآلية اللي عدلت والطريقة تخرص النتائج تم عينها على النتائج والنتائج بالمقارنة مع العدد الجروعات اللي تلقاتها مداخلات الحضور من سلطات إدارية ومنتخبين وفاعلين بينت ضرورة عمل الجميع على رفع تحدي رهان تطعيم المواطنين في مقاطعات تجنين دار النعيم تيارت باعتبار التلقيح يمثل الآلية الأكثر نجاعة لوقف تفشي وباء كورونا بعد ذلك عقدت اللجنة الجهوية لمكافحة وباء كوفيد-19 على مستوى ولاية نواكسفوط الشمالية اجتماعا خصص لوضع خطة عملية تسدف تلقيح ثلاثة واربعين ألف نسمة من سكان تجنين دار النعيم تيارت يحددتكم الله كمعالي وزير الصحة الممكن اللجنة الوزارية المكلبة بكوفيد الممكن من الوسائل الصحية وسائل فنية تشجيعات أيضا المالية تحفيزات المالية للا تحفيزات شوي موجود وانتم ويل الحمد لله عندكم التجربة عندكم تجربة بحملات ناجحة كي يبينوا وركاتيها بعض الحكام وبعض العمد سابقة إذن يجد يعود شوي لجديد أن لا على الوقت وقت هذه الحملة نكصف يغير ظاهر لنا كاملين يجب أن نعدلوا شمال مقترحات من دور لا نوصلوا للأهداف يغير بعد إحنا الهدف لازم نوصل له بإن الله تعالى لأنه أيضا فيه ربما على أنه ما نقدروا نتخطاوه ما نقدروا نتخطاوه هاي الأيام اعتبارات فيه شيء متعلق على أننا معبدئين كافة طواقم الصحية خارج المستوصفات وخارج المستشفيات وهي كي تعرفوا عملية ما تقلت أطوال ويقدروا عدوا موديهم أشياء أخرى تجعلنا من يلا بدنا من نوصلوا لهذا الهدف في ذالوقت جهود توعاوية وتحسيسية تبدلها السلطات العمومية في سياق تقوية المناعة الجماعية للمواطنين والمقيمين لمنع انتشار وباء كورونا ومتحوراته في بلادنا